يقول ابن القيم ان العبد اللي يحتاج الحاجة من ربي وربي ما قضاها له ماذا يفعله يقول مثله كمثل صبي غاضبته امه امه زالت عليه في البيت والولد هذا في البيت رعي مشاكل وصبي وطرته من البيت خلاص اطلع وطلع وقفلت الباب الام رحيمه به والله ارحم بك من امك ورحمتها تغلب غضبها ورحمة الله جل وعلا اعظم واكبر الصبي هذا طلع وصفك بالباب وطلع قام يدور شوي في الشمس وين يروح معنى معنى اللي بيت امه فجاء ورجع جلس يدور يدور شوي يفكر وين اروح وين اروح وين اروح بعد انعرف انه ما لي مأوى الا البيت اللي انا طلعت منه فلف ورجع الى بيتي امه طرق الباب فما ردت عليه وش يسوي يطلع ثانية وين يروح طيب ما افتحت لك امك ش تسوي ما لك الا البيت ما لك الا هذا الباب تطرقه بس الابواب الثانية ما انت بلاقي منها الا مشاكل ورجع للبيت ويطرق الباب ما افتحت له ويطرق مرة ثانية ما افتحت له فيبدأ يسترحمها يم تكفين افتحي يم خلاص توبة يم خلاص ما ارجع للي كنت اسويه يم خلاص والله ما عاد اسوي مشاكل يم تكفين يم الله يخليك يم الام هي تسمع هالدعاء تسمع هالنداءات كأنها سكاكين في قلبها لكنها تبغى تأدبه وتقول له من يفاتحها ثم بمقدار ما الولد يتضرع ويبكي ويرجو الام تنكسر فلا خير ولا لا وتفتح الباب واذا افتحت اول شي تسويه ايش تضم الله ارحم بك من امك اذا طرقت بابه وقفت عند الباب ولم تلجأ لغيره وصدقت معه وملأت قلبك قناعة انك محتاج اليه وان ما لغيرك يا ربي ولا في احد الجأ اليه الا انت اذا اقتنعت انت بهذا واصريته وقفت عن بابه والله تقضى حاجتك مهما كبرت والله تقضى حاجتك مهما كبرت يقول بعض السلف لو خيرني الله يوم الكيامة انه حاسبني او تحاسبني امي قلت لا يا ربي انت حاسبني لانك ارحم بي من امي اخلق بذ الصبر ان يحظى بحاجته ومد من الطرق للابواب ان يلجأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة